بسم الله الرحمن الرحيم هذا نظم شيخنا محمد بن سالم بن عبد الودود رحمه الله الملقب عدود والذي يسمى بمجمل اعتقاد السلف بالبدء بسم الله في التقديم والوصف بالرحمن والرحيم قال محمد بسالم شفع نجل محمد بعال قد تبع الهاشمي المنتمي بالأس إلى المبارك الذي للخمس ثم إلى يعقوب منها ينتمي بالله ربي أعتزي وأحتمي أحمد جل كما ابتداني بنعم ملي بها يداني ثم أصلي وأسلم على محمد وآله ومن تلا وبعد فالعبد الفقير نظما نظما بفقه مالك يجل العما رمى به نعش ذماء المحتضر مما خليل قد وعى في المختصر وليدعى بالتسهيل والتكميل لفقه متن سيدي خليلي وأسأل الله تعالى النفع لكل من فيه سعى والرفع والحفظ والتوفيق في القصود وقبل أن أشرع في المقصود أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأماجد ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق مما إليه الأشعاري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع لا ما يقول من لذا أو ذنتما زعما ولم يسر على ما رسم العقائد الله حق أول كان ولم يكن سواه ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لعبثا كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب قل صدق الله فما في الله شك مالك كل مالك وما ملك خالق كل فاعل وما فعل مسبب الأسباب واضع العلال وهو تعالى أحد فرد صمد ألحد من قال بخلقه التحد ليست له صاحبة ولا ولد أو والد ليس له كفأ أحد وليس مثله على شيء ولا يلزم ذا نفي صفاته العلا فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعه الوحي وصف يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل من غير ما تكيف أو تمثيلي له ولا تحريف أو تأويلي يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبينا الذرب لأن تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالم من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجهه الشذوذ وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه بالعطى مبسوطتان كيف شاء بسطا كلتاه ما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين يرى ولا يراه من ذو بصر حتى يموت مثل ما جف الخبر اسمع يبصر يحب يعجب يضحك يرضى يستجيب يغضب يبغض يطمس الوجوه يطبع يقبض يبسط ويعطي يمنع يخفض يرفع يعز ويذل يكره يمقط ويهدي ويضل يقبل يعرض يتوب يرحم يخذ من الصدقات يطعم وليس يطعم ولن يناله لحوم أو دماء ما يهدى له لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها يغار أن يزني عبد أو أمه له ويستحي على ما أكرمه وليس يستحي من الحق ولا من ضربه ما كالبعوض مثلا وليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنه ولا خلوف فمد الصوم الزكي أطيب عنده من المسك الذكي يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بالغ تعالى أمره فما يشأ فينا يكن لو لم نشى ولا يكون ما نشى ما لم يشى ولا يظل جل أو ينسى ولا تأخذه سنة أو نوم على لا يظلم العباد ضرة ولا يحصون ما له عليهم من إله يفتي ويشهد ويقضي يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم وما له معين أو ظهير وما له ند ولا نظير ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما لم يعي بالخلق ابتداء من عدم كذاك لا يعي بإحياء الرمم يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر فما أحدث من ذكر يقن أن ليس مخلوقا لأن المحدث الانزال أما الذكر فهو لم يزل ألا له الخلق والأمر العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل بل علم القرآن والإنسان خلقه علمه البيانة ينسخ ينس ما يشاء يبدل والله أعلم بما ينزل ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء أحاط بالناس وأينما يوى المستقبل فثم وجه الله جل قد استوى إلى السماء واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى وليس كاستوائنا نحن على الفلك ولنعام بل العرش حمل وحامليه وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة لمثل ما ينزل مخلق بإخل حيزي من هو شغل حيز فميزي وهو العلي لا تحده جهة ضل المعطلة والمشبهة قد استفى من ملك ومن بشر رسلا فأدوا عنهما به أمر والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل فضر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل بل بالحروف والمعاني وردى والله بالصوت يكلم غدا ولا تقل ذا الصوت عن تموجي هواء نوت خلخول في يجي أو حرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن نمثله بقارئ في صوته أو حرفه كل وما لاق به من وصفه فنحن حين ننشيد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا لست بمجتر هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط من كيفية إذ صرفه ما بين حلق ولهات وشفه لا تضربوا لله لمثال ولا تصغل من عطل أو من مثلا كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهما من أول شذ فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا فجعت أسماء الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات فأثبتوا من وصفه ما السلف أثبتوا وانفوا ما نفى ثم قفوا واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف السلف فأفردوه جل بالعبادة لا تشركوا في نوعها عبادة فلا تسموا ولدا عبد علي أو تنظروا لصالح أو لولي ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا ولا تطوفوا حوله أو تذبحوا لا تعبدوه بسوى ما قد شرى قد نتقرب بجلع بما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق ولا نبلغ ذا من مالك الملك على وبالربو بجة وحدوه فهو الذي تعنو له الوجوه لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطا ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل بنية في سنة وبالعمل زيادة ونقصا المثل احتمل والوحي حق ليس قولا يختلق والكتب حق والملائكة حق والرسل حق والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب وكلهم أوتي إذ جاء بالبشر ما مثله عليه آمن البشر وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة كما رجى كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف فآمنوا به وما أتى به فاقفوا وإن لم يأتي في كتابه فإنه أوتي مثله معه من حكمة وصنة متبعة واليوم الآخر وما قد اجتمل عليه من حشر وعرض لعمل حق كذا الوزن وما به التحق والنار حق وكذا الجنة حق حق عذاب القبر والأشراط والبعث بعد الموت والصراط والكتب للأشياء في الذكر سبق والكتب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن تخلاق فهو المنطلق وكل ذا في الذكر جاء في الخبر والآن أبتدئ نظم المختصر قراءة أخيكم أبي سليمان مختار بن العربي مؤمن الجزائري وذلك يوم 11 من شعبان 1441 للهجرة الموافق للرابع من أبريل 2020 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته